سانداونز القصة والحكاية والرواية وبشوفها ليه مباراة مصيرية رغم ان احنا لسه نعتبر في بداية المشوار خد بل حضرتك انه الاهلي كان ليه مواجهة معجلة كانت مفترض انه مشوارنا في دوري ابطال افريقيا يبدأ في مواجهة القطن الكاميرون وتأجلت المباراة دي بسبب مشاركة الاهلي في بطولة كاسر عالم نتج عندها ايه؟ نتج عندها انه سانداونز لعب مبارتين تمكن فيهم من الفوز على الهلال السوداني وتمكن فيهم من الفوز على القطن الكاميروني فحق العلامة الكاملة وداخل مباراة يوم السبت اللي جاي مرتاح عصابه في تلاجة ما عندوش ريسك كبير قوي يعني بالنسباله طبعا لو حقق مكسى بيبقى شيء عظيم جدا وضمن تذكرة بداية من الجولة الاولى في دور المجموعات لتأهل دور التمانية فبالتالي هو بيلعب بدون ضغوط وبيلعب بقريحية كبيرة جدا ولو حقق التعادل برضو نتيجة بالنسباله مع الاهلي على ارضه ووسط جمهوره تعتبر نتيجة ايجابية جدا ويدمن صدارة المجموعة حتى لو الهلال فاز على القطن الكاميرون وغالبا ده السيناريو اللي ممكن يكون احتمالياته كبيرة جدا فبالتالي الاهلي محتاج بشكل كبير جدا انه يفوز يوم ولا نتيجة غير الفوز يعني احنا ما قدمناش بديل تاني غير الفوز عشان نضمن ان احنا نبقى بشين انتراك ومع لعب المباراة المعجلة تبقى فوارق النقاط قريبة جدا اي نتيجة غير الفوز هتصعب بشكل كبير جدا وهتصدر لنا حالة ضغط وتوتر احنا في غين عنها في مشوار دولي الابطال لانه خد بالك من النهاردة وطالع لغاية نهاية الموسم الاهلي تقريبا هلعب ماتش كل ثلاث تيام فبالتالي كل شيء وارد الاهم ان شاء الله بإذن لان احنا نكون في تمام الجهزية وكأن الاهلي بيلعب مباراة خارج ملعبه لانه في رحلة سفر استمرت من المغرب للسودان ومن السودان لأسوان ومن أسوان للقاهرة فالنهاردة طبعا راحة من التدريبات